السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي محبين في النفرحال اليوم سوف أتكلم عن الإصلاح الجبائي وعلاقته بالتنمية يعني التنمية الجماعية المحلية الجماعات المحلية تشكل جباية إحدى ركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة المعاصرة على مختلف مشاربها وتوجهاتها فقد أصبحت الأداث الضريبية تحتل مكانا بارزا كإحدى أدوات السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وقد بات كذلك من المؤكد أن النظرة الكلاسيكية للمفهوم الضريبة كوسيلة يقتصر دورها على جلب الأموال جلب الأموال لتمكن الدولة من تغطية نفقات العامة أصبحت نظرة متجاوزة لا تتلأم مع تطور الذي تعرفه بنيات الدولة المعاصرة بصفة عامة يجمعوا منظورا ماليا منظور مال عام على التأكد أن الوظيفة أصبحت للآدات الجبائية أن تتطلع بها تتخلص في ثلاث وظائف على وهي الوظيفة الأولى ويمكن نعتها بالوظيفة العادية الكلاسيكية تتمثل في تزويد خزينة الدولة بالأموال ضرورية لتغطية النفقات التي تطلبها تسير دوالي بالدولة شأنها في ذلك كشأن الرسائل المالية الأخرى من محصول الأملاك وقروض وغيرها الوظيفة الثانية وتتمثل في أعطاء الضربة دورا أكثر شمولية وأكثر ديناميكية وذلك باعتبار أن إحدى العوام التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى عن طريق التحكم في توجيه المعطيات الاقتصادية الأساسية من إنتاج واستهلاك واستثمار وبالنسبة للدولة النامية دول نامية أحد وسائل استخطاب الفائد الاقتصادي وتوظيفه في عملية التلمية وتعكس هذه الوظيفة الضور الحيوي الذي أصبحت أجهزة الدولة تلعبه على الصائدين الاقتصادي والاجهماعي أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في اعتبار الضريبة أداة من أدوات دخل الدولة في توجيه وتوزيع الدخل على مختلف شرائح المكونة للمجتمع بغاية إقرار عدالة الجماعية وخلاصة القول فإن العمل الضريبي أصبح من العوامل التي تؤثر وتتفاعل تفاعلاً عميقاً مع المحيط الاقتصادي والاجهماعي ولما كان هذا المحيط هو بدوره في تطور مستمر بحكم التحولات التي تعرفها بنياته وهياكله فإن هذه التحولات تقتضي بدورها التطور للأدوات العامة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً من هذا المنطق تبرز أهمية أي عمل يستهدف الأدوات الجبائية عن طريق إصلاح شامل أو تغيير جزئي يمس بعض مقونات باعتبار أن العملية تتجاوز الإطار تقني المحد للنصب في توزيهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية والاجهماعية للدولة وسنحاول في هذا العرض المتواضع إبراز العلاقة القائمة بين إصلاح النظام الجبائي والتنمية الجماعية المحلية انطلاقاً من قناعات ثابتة بأن أي إصلاح يستهدف الأدوات الجبائية لا بد أن يؤثروا سلبياً أو إيجابياً على مصار جماعات اعتباراً لدورها الأساسي والمتنامي داخل النسيج الاقتصادي والاجهماعي إن الدراسات التي انكبت على معالجة مالية الجماعات المحلية تتفق على التأكد بأن أي عمل تنموي تطلع به الجماعات راهين بتوفر عنصرين هامين ألا وهما استقلالية جماعات في الميدان المالي ووفرة الموارد المالية الداتية للجماعات وتعتبر جماعات مدينة يعني جماعات مدينة سرو من أغنى الجماعات بحيث أن جماعات مدينة سرو لها يعني مداخل هامة يعني تدخل مداخل هامة من قطاع يعني ما يسمى بالمقالة فمدينة سرو تتوفر على أزيد من خمسين كاريان وكل كاريان يعني كيخرج الأطناء المطنطنة ديال الريمان وبالتالي نرى أن الجماعات يعني لا تظهر هذا المال يعني ما بينش على السحة يعني السحة يعني اقتصادية في مدينة سرو كما قلت أن الجماعات من أغنى الجماعات يعني الخيرات اللي عند مدينة سرو ما بينش عن شي جماعة أخرى ورغم ذلك كالقوطرق